أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن ارتفاع حجم تداول القطاع العقاري في الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مؤشرات إيجابية تبشر بمستقبل واعد وأرقام تعزز مفهوم الاستثمار في العقارات ذلك ما كشفت عنه دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عبر تقريرها الذي يسارد ارتفاع حجم تداول القطاع العقاري في الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 إذ بلغت قيمته هذا العام 28 مليار درهم بنسبة وصلت إلى 47% وكل ذلك يأتي بدعم ومتابعة من الحكومة الرشيدة هذا الدعم والإشراف انعكس إيجاباً على السوق أو على أداء السوق العقاري في الإمارة بالإضافة إلى عدة عوامل منها النمو السكاني ومنها الاستثمار الأجنبي في الإمارة ومنها كذلك العائد الإيجاري المجزي من التداول في العقارات في الإمارة وكذلك الونية التشريعية المحفزة للاستثمار في الإمارة طبعاً هناك العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائج هذه المساعدة المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة لما تشهدهم من تطورات على كافة الأصعدة وطبعاً إضافة التسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة الرشيدة والإمارة للمستثمرين ووفرت المشاريع التطويرية وقرار التملك غير المواطني والخريجيين في العقارات في إمارة الشارقة عدد المعاملات العقارية الإجمالي بلق أكثر من 69 ألف معاملة مختلفة فيما وصل عدد الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري إلى 114 جنسية كما أن التقرير يكشف أرقام ومؤشرات مختلفة تؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة لعقود البيع المتداولة نحن عندنا أنواع عقود البيع النهائية وعقود البيع المبدئية وعقود الانتفاع إجمال التداولات وصلت إلى 17 ألف معاملة خلال هذه الفترة مقارنة في معاملات وصلت إلى 11 ألف معاملة من السنة السابقة تقريباً نحن نتكلم عن فرقية في حدود 6 ألف إلى 7 ألف معاملة وهذا مؤشر جداً ممتاز من ناحية الاستثمار في القطاع العقاري على مستوى إمارة الشارقة أما بالنسبة للرهونات وصلت إلى إجمال قيمة المعاملات المتداولة إلى 7.5 مليار درهم هذا وأكدت دائرة تسجيل العقاري زيادة الطلب على جميع المعاملات وارتفاع معاملات سندات الملكية والبيع وفرز وحدات المشاريع العقارية ومعاملات العقود المبدئية مما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزمهم على التملك والاستثمار في الشارقة